الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم ارحمنا برحمتك اللهم استرنا بسترك اللهم احفظنا بحفظك اللهم اجعلنا حمنا بحمايتك اللهم احمنا بحمايتك يا رب العالمين إذا هناك سائل فأنا أستمع إليك سيدي نعم نعم سيدي أنا أستمع إليك إذن أجيب على الأسئلة الكتابية انقطعت المكالمة سائل من بسعادة يقول تزوجت بإمرأة صالحة والحمد لله ولكن بسبب المشاكل الواقعة بينها وبين أمي أنا أفكر أن أطلقها يا سيدي إن صحني يا سيدي أنا أجعلك مثل والدي يا سيدي إذا طلقتها حرام عليك تسمع يا البسعادي حرام عليك لأن هذا من الظلم تعترب لتزوج بإمرأة صالحة خلاص صالحة اتفقنا اتطلقها خدش كين مشاكل بينه وبين يمك هذا من الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات لو كان قلت حاجة مقبولة شرعا هنا نوثقوك تقول زوج مرأة صالحة مشاكل بينه وبين يمك هذا معروف الجزائر قايا عرفوا المشاكل بين العروسة والعجوزة هكذا كيف تحتطلقها أنت كيف تفكر أنا هذه راني نفكر وما نسمحها لك لأن هذا من الظلم الله يهديك يا البسعادي الله يهديك وكي تطلقها شكون يطيب لك شكون يطيب لك الزفيطي ياو تقعد وحدك ومبعد تقول يمك تخطب لك ياو هي تخطبها لك وتجيبها لك وتخيرها لك وتقول لك دعوة شر إذا ما تديتهاش وكي تجيبها الدور عليها وتوليف المشاكل وما تنتهيش المشاكل مال أنت استعن بالصبر استعن بالصبر ولا تظلم زوجتك هذا ما كان مادم صالحة أكرمها أكرمها ديرها فوق رأسك واصبر هذا ما كان خليهم يتهاوشوا بيناتهم لا تطلقها والله واتطلقها غير ما نسمح لك أنا قتلك قتلي ديرني كما أوليدك أنا درتك أنا درتك كما أوليدي الله يهديك الله يهديك يا ابني ما تزيش فكر قاعه شد في مرتك سائل يقول أهلي فقراء آه هذه ربما إمرأة وزوجي من الأغنية نعم هذه إمرأة فهل يجوز لي أن أتصدق عليهم من ماله دون علمه لا يجوز لك إذا تتصدقي من ماله لابد بعلمه ولكن هذين قل هل قاع الزوجات لم يسمعوني ما شي لازم يعطيكم إذن في كل مرة أنت يا جيبي إذن عام جيبي إذن عام من زوجك نهاري كله بس منبسط مرتع فرحان خلاص آه قلبه مليح ما لا أنت يا تما تقول له يودي ولا تسمح لي نصدق من مالك يعطيك إذن عام خلاص إذا أعطك إذن عام تصدقي على أهلك وعلى غير أهلك ولكن بالمعروف بالمعروف فهمتوا وش معتها بالمعروف واحد النار واحد المرامل حضرة راجلها راح لفرنسا جات عندنا الجمعية الخيرية الإسلامية جات قلتنا أني حابة نصدق بجيبوه كاميو إحنا ابنيتنا ما نعم راح حابة تصدق بعتنا صدقت كل شي الخزاين لمطار راح الكراسة خلت الدار فارغا كي جابوا القشنق ودبالك راحين راح تبيع الدار وترحل قدرنا لها الوصل وشكرناها ودعينا لها وقع مزيّة مزيّة ربي ما صدقناش القش مخبّينه نسلنا ويجي وقته نبدأوا نصدقه حتى يجي الراجل قلنا ودينا جيت مفرنسا صاب الدار ما كاين والو ما كاين والو كان غير الكاللاج قلنا مزيّة سيطل جيران قالوا له داتهم الجمعية الخيرية ما لا أردنا له قشه هذه ماشي صدقة هذه ماشي صدقة هذا استيلاء هذا استيلاء إذن حتى لو كان يأذن لك زوجك يقول لك واش علي صدقي من مالي ولكن بالمعروف بالمعروف بالحكمة لازم تراعي مصلحة الزوج نتاعك كيفا تكون سعادة في بيتكم وما يغضب شو قع ولكن يجوز الكرم الدين المالك أو كاين شي نسا تكون في عائلة فقيرة يماها فقيرة ما عندهاش مسكينة وهي تزوج بوحد كاين له هي على العام تاكل لعنب الفاكية التفاح ويماها ولو تنساها على ما تقدريش مرة على مرة تبعت لي يماك شوية ما تقدريش مرة على مرة تكرمي يماك ها هاكي راح تزور يماك ما تقدريش دي لها معك يعني طابق من الفاكهة شكول يا رباك شكول نكونك شكول نعلمك شكول نكبرك شكول يا ردك مرة بشتزوجتي ودتي دراري ها هي تاكل وتدفع وتقول له ما شبعت زيدنا ها جيبنا البيتزا بالزيتون ويماها مسكينة خاصية تاكل التراب حسبونا الله ونعم الوكيد ونهار جي يماها تزورها تقول له على ما جبتيش سردوك هذاك السردوك لي في الجنان على ما جبتيه وناشمعك زيدا حبة تاكل أسردوك انتحا حسبونا الله ونعم الوكيد حسبونا الله ونعم الوكيد وينوصلنا أما لا إذا أذن لك زوجك يجوز سائل من عنابة تقول طلقني زوجي ثلاثا هذا وشم شاطعين تفضل يا سيدي أنا أستمع إليك نعم تفضل يا سيدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم يا أختي أنا تصل في عمري خمسة عشر سنة نعم يا أختي تكلمي أبيك تكلمي عنده أعميم تكلمي بسرعة الوقت ضيق قولي لي سؤالك نعم هل يجوز أننا نحضرش هل يجوز أننا نتكلم مع أعمائنا وعماتنا لأنهم حاولوا أن يخرجون من بيت والدنا وهو ملك للدولة عمومك حبوا يخرجوكم من الدار أه وبابك حي ولا ميت دار ميت ميت يعني أنتوما يا تاما أه والدار هذه تعبابك ولا تعد دولة ولا تعمومك لا أبابك صحة وما في باطمة خلينا باطمة موين بابكم خلاكم في هذا الدار لا يجوز لهم ما يجوز لهم يخرجوكم أنتم يتاما إذا كانت على الورثة يتقسم الورثة على الورثة إذا كانت ملك الدولة إذا كانت ملك الدولة فهي ملك الدولة تبقوا فيها ما يطردوكم إلى الشارع وإنتوما عمومكم هذا ما عملوهم بالإسلام يعني لما تصيب يعمك تقول له السلام عليكم لما يعطس تقول له يرحمك الله وهكذا لا تزيدوا على هذا شكرا يا أبو نيتي شكرا جزيلا شكرا سلام عليكم ورحمة الله نهار يكون أخوهم حي نهار يكون حي يروحوا يتعشوا عنده كي يحصلوا يعاونهم كاش مشكلة يعيطوا الأخونا آشت كيف نهار يموت يروحوا لمرت ويخرجوا للشارع يخرجوا للشارع سق سنة واحد واحد العام قال لي أخويا مات وخلى مرت مع ستة يتاما ستة يتاما قال لي قديت الدار الطرفيك للكوات هدف الشاطرين ودي�� لهم الدار وحاوزهم للشارع سنتين وهم في الشارع سنتين قال لي واني بعت الدار واني حب نحن حج على كي نخسل أعظامي سمعتو او حب يحج كي يخسل أعظامه قطلوا انت أعظامك تخسلهم في الفولكو ما يتخسلوش تخسلهم في الفولكو ما يتخسلوش يهو كي تخسل أعظامك لازم تشري دار وتروح لمرضخوك ولاده تطلب اسماح وتعاود تجيبهم للدار وتصرف عليهم وتحسن إليهم سنتين بالك يسمحوا لك وتسلك عند ربي رايح يبيع الدار تعخوه الميت ليزور الأوتائق وحاوز مرضخوه ولادها للشارع ويروح للمكرة يغسل عظامه والله ما يتغسلوا يا وتغسلهم بالصانب وبإيزيز أقسم بالله الذي لا إله إلا هو ما يتغسلوا تشعل فيك النار في الدنيا قبل الآخر هاكو اسماتو عمهم عمهم حابين يخرجوهم الدار وين راه يا ديك وين أخوك أو ميت هذه أرمال يا عباد الله هذه أرمال أحسن إليها إذن سائلة من عنابة تقول طلقني زوجي ثلاثة طلقات هذا فشرك مشاطرين غير فالطلاق غير فالطلاق ولما سأل يا دراشكن سأل قالوا له مدام وقعت الطلقات الثلاث في مكان واحد فالطلاق لا يقع الله أكبر الله أكبر على العلم وفي قلبي من هذه الفتوى ما فيه طلقها ثلاث طلقات قالوا له مدام الطلقات الثلاث وقعت في مكان واحد لا تقع معنتها لازم يطلقها في الكوسينة في المطبخ ومعدها يخرج للزنقة يزيد يطلق ومعد يطلع على الصح يطلقها تسمى لازم ثلاثة في أماكن مختلفة أين وجدتم هذا العلم وروا أنها تكتب لك وتقرارهم الناس يتقرى بنه كثير وانتم ما تقراروا بنه خسير وين جبتوا هذا العلم إذا تلفظ الرجل بالطلاق فقد وقع الطلاق ما يشترى شيء ينقز قال لك لازم ثلاثة أماكن وين صبتوا هذا العلم وين قريتوا وين صبتوا يا سبحان الله ما كاش هذا العلم إذا تلفظ الرجل بالطلاق فقد وقع الطلاق وحاجمت سلكه من الطلاق الثلاث إلا الإكراه والإغلاق قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق وفسر الإغلاق عندنا معاشر المالكية بالإكراه وفسر عند غيرنا بانغلاق عقل الرجل وأنا عندي أعوذ بالله من كلمة أنا الإكراه هو نفسه انغلاق عقل الرجل لأن تكرهه على الزواج على الطلاق ويكرهونه على الطلاق حتى ينغلق عقله إذا وصل درجة الجنون فطلاقه لا يقع أما غير هذا الطلاق يقع قعر عندي وقل ألف سؤال طال راجل يطلقني بصح كان زعفان ولا راجل يا ودي طلقتها بصح وشنو والله العظيم غير كوت زعفان يا و ما كاش لي طلق مرتو فرحان ما كاش هذه ينساوها ما كاش لي طلق مرتو فرحان سبحان الله هذه انساوها تطلقني وكان زعفان أنا عارفين الراجل قال يطلق مرتو وزعفان ولكن الغضب درجات إذا كان غضب يملك عقله فقد وقع إذا انغلق عقله وإلا مجنون فطلاقه لا يقع والله فقهنا في دينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته